مأساة إنسانية بتبقى على الحدود السودانية الأثيوبية السودانية في هذه المنطقة قدام حضراتكم أهو ده مخيم هذا المخيم تم بنائه سنة 1880 أعتقد 1880 هذا المخيم اسمه مخيم أم راكوبة هذا المخيم مخيم تاريخي شايفين مخيم؟ ده الناس قاعدين كده دول الناس اللي جايين من أثيوبيا في السودان دي المخيمات ودي البيوت في المخيمات ناس غلابة ناس ظروف صعبة جدا المخيم أم راكوبة تم إغلاقه عام 2000 يعني هو كان المخيم 1983 ل1984 يعني في السنة دي كان عدد النازحين من أثيوبيا للسودان حوالي بالمليون يعني المعسكر بيشيل 200 ألف بس نتيجة الفقر والجفاف اللي كان في أثيوبيا فقرت أثيوبيا فيه 8 مليون مواطن ماتوا في عهد منجلسة هوليا مريم الدكتاتور الشيوعي اللي قامت جابهة التجريهي بيتخلص منه وقارت أثيوبيا لمدة 30 سنة تقريبا وتم إقامة هذا المعسكر أو هذا المخيم لاستقبال الفرين من نظام حكم منجلسة هوليا مريم تم إغلاقه سنة 2000 وكل واحد رجع بلده تاني والأمور تمام بيعود المخيم للافتتاح مرة أخرى ولفتح أبوابه مرة أخرى مع استراع الدائر بين أديسة بابا وبين إقليم التجريه في مشهد إنساني يؤسف له في مشهد إنساني مؤثر لأنه الناس فعلا يعني أنا شفت حالات إنسانية وتبعت حالات إنسانية واحد يقول أنا قاعد عشرين سنة في المخيم ورجعت بلدي ما تهنتش بالأعرف بلدي راجعتاني على المخيم والحياة في المخيم صعبة جدا واعتقد أنه لأثيوبيا متحملة ولا سدان متحملة لكن ربما هو صراع على السلطة أتمنى أن الناس تصل إلى يعني حل عاجل وسريع لأن الأمور بتتفاقب كل يوم